تكون عشان حاجات معينة انا ما اعرفش انا بحسبها ازاي انا بكلم حضراتك محمد انت ممكن ان الظروف ما سمحتش ان انت تتواجد في استوديو وانتو لما بتروحوا المهمات بقت سريعة حصل كتير وقعدت معناس بعض الزمل العرب يتقسوا علينا وبيعود يعمل كده ويدحك على جنبه في كاميرا وهو قوته في كدر من اللي بيتقال اه طبعا يعني انت حتى لما تيجي تكذب تكذب عدل مسؤوليت مين اسلام مسؤوليت مين بقى هو كانت عشانه وجهة نظري في الموضة ده كابتل مسؤوليت مين انا لما بلاقي معلش قبل ما تكمل هي اصل الكلمة دي حلوة مسؤوليت مين لا معاصي دي 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 بقالها سنين القصة دي مش 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 نبع اليوم او الغدة دي بقالها سنين نفس الفكر ونفس قالت جدا برضو استاذ عساء لا لا هي قالت على المستوى الرسمي لا المستوى الرسمي لا المستوى الرسمي هي قلبت على موجة كوميدي يعني هي المفروض تبقى موجة كوميدي يعني مكتر بقى ما الناس بتطلع تقول بتهرتل وتقول اي حاجة فتقلبت لضحك يعني كان في بعض الهوات الناس ممكن الناس بتصدق تصدق او ما تصدقش هي دي المشكلة بقى انما دلوقت الناس ايقانت ان الناس دي بتهرق ده دحك يعني انت فرق يعني انا بس السؤال يعني اقول بس الاول كلمة طيب انا بقول ليه بالنسبالي انا كراجل اهلاوي او من بداية شغلي في الاعلام بتاع النادي الاهلي لما باجا شوف المنافس بتاع النادي الاهلي النادي الاهلي عنده سيستم عنده اقدارة خيرك ما عن الاهلي انا هتكلم على الاهلي وفي نفس الوقت مقليد في مصلحة الاهلي الكلام ده عنده فكر او ناس زمت بشوان سعاد القيامة مثلا انطلع قالك احنا بنشتغل لعشرين خمسة وعشرين وبنوضب او بنحضر فرقتنا لموسمين بعد كده فانت شغال وبتبني وبتعمل منظومة وبالزبط بتبني دلوقتي وبتحضر لبكرة وبتحضر لبعد بكرة وبتفكر الاعلام بتاعك الاعلام بتاعك كمنظومة اهلوية بيشتغل على الحتة دي وبيساعدك ان انت تبني عن طريق بقى ان انت لو شفت حاجة غلط بتقولها عن طريق ان انت بتقوم دايما عن طريق ان انت بتقول لبقونك الحقيقة فبتلاقي المنافسين بتوعك بقى اللي هم على المستوى المحلي ده فكرهم او ده الفكر او النادي مش انا مالي انت كده بضامن ان انت شغال في حتة تانية خالص انت بعيد باسمين ضوئية انا عكسك بقى في ده انا كده كده ببصد نفسي هو مش هشتغل هو هيفضل هو هيفضل لحط المباررات مش هشتغل انا شغال وبعمل شغلي وهو شايف انه على طول مظلوم وعلى طول الفيفا اهلوية والناس كان بلطر اهلاوي بعد كده انفنتينو اهلاوي بعد كده احمد احمد اهلاوي اه وعيسى حياته اه وعيسى حياته اه وعيسى حياته عيسى حياته ماشي وجي محمد احمد 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 وبعد كده جي متسيبي والاهل بياخد بطولات هكتر ما كان بياخد مع عيسى حياته خلي بالك انه اصلا المشكلة كلها ان فيه جمهور اللي هو الشعب لازم يحفل ولازم يفرح ويزعل ده في الكرة لكن انت بخليها بتاقس دي كارثة دي كارثة فيه حاجة في الكلام الكبير اسمه الضمير المهني وان الاعلام يشكل جزء ان الاعلام يشكل جزء من وجدان الامة ده مش كلام هلس فانت النهاردة لما تكون مش قادر تجيب لجمهور الزمالك قل له هيصدقك قل له قدامي سنة قدامي موسم لكن يا اخي ده وصلت ان الكابتن اشرف قاسم لكنه ده راجل ملعبش في الزمالك هذا رجل المحترم كابتن ايمان يونس كابتن اسامة نبيه كابتن سامي الشيني بقى اخرج حد من الكائنات اللي بقول لكم عليها دي واللي انا اعرفها كواس قوي عشان قال ايه كده بيسطر يعني اعمال المجلس الابيض لغات لما يعمل يعني والناس بتحاول لا انا انا مقصدش لا خالص انا بكلم على جدوى الجمهور بالعكس الناس هتشتغلوا بتحاول تقوم النادي تمام فانت لما تطلع تقول انت ازاي تقعد في استوديو ويخش امام كابتن مصر اشرف قاسم ينساحب من استوديو لاني لاهب كرة مصري عربي بغض النظر لون التيشرت ايه دخل استوديو في قناة كلنا بنحبها وبنحترم الدولة اللي بتطلع منها القناة يا اخي تبدا انت حتى احد العاملين هناك يا اخي ازاي تردمه وازاي هو يعمل ده ويخالف ضميره بقى الكروي وشخصه اللي كله الجهتين سامي الشيني ازاي يقول انه الزمالك يعمل مثلا لازماته يجب ان يتخلى مثلا عن فتوح او زيزو ازاي انت زمالكه انت مين اللي بيتكلم ده وكده الجمهور يروح فينه الجمهور يروح على انه النادي الاهلي يصرق ما ليس له ده اللي عايز اقولو لك فيبدأ الاثنين الجيران اللي كنا زمال بنحفلوا الروح انت عايز بقى الكارثة بقى الحقيقية ايوه كارثة الحقيقية بقى انك انت بعد ايوه كانت ايام ايه كان ايه اللي بيحصل انه يقول انه الاهلي ان الاهلي واخد بالتليفونات واخد الاعلانات يهم ربنا بقى وانا جايلكوا يخليه يقول ايه وطبعا انت عارفين النادي اللي ملاكوا من الامارات طبعا انت عارفين ان هذه التفقات الكبرى التي اجراها مع كبرات الشركات ايه يعني ما فرقوش يعني الناس عايزة تعلن عنده احبينه شايفينه وينفع الاعلانه اذا ما بتتفرقش اهيه اما اللي بتقوله جمهور الزمالك اللي صابر ومستني ان الاهلي واخد الحاجات اللي مش بتاعتها انا بستشهد دايما كان عندي مدرس فاضل يعني في الرجل الازهاري بقى فكان دايما بيستشهدنا بحاجات فدايما بستشهد يعني الواقع دي كان طالب قاعد مع الشيخ بتاعه في الكتاب فبيقول له فخر عليهم الصخف من تحتهم اه فقال له يا ابني لو مش حافز ميز ازاي هيخر عليهم الصخف من تحتهم فلا يتقول ايه فخر عليهم الصخف من فوقهم فانت حتى لو مش حافز ميز ميز فنفس الكلام استاذ عصام تطرق لنقطة مهمة جدا انا كنت بقوله الاهرام وكابتن حسن حمدي مسك وكالة الاهرام جي يوم رحمة الله علي الاستاذ مرسي رئيس مجلس ادارة الاهرام كلها بقى رئيس نادي الزمالك ومعرفش يجيب لي نادي الزمالك حقد رعاية قوي في الوقت ده وقالت قولاته الشهيرة في المجلس الاهرام رفع النسبة بالظفر لانني رئيس مجلس ادارة المؤسسة اشكر حسن حمدي كمسؤول عن الحتة بتا الاعلانات عن التصويف والاعلان للعشرة في المئة اللي رفعها كابتن الاسلام بتترسخ فاقول الناس ثوابت فانت ميز برضه ده انا رئيس مجلس ده ادارة الاهرام جيه ومعرفش يجيب نفس الاهرام جت بعد كده على ما تذكر صلة بعد كده جت بريزنتيشن جت بعد كده المتحدة للرياض كل الناس اتفقوا ان قيمة النادي الاهلي ومش هم ده الشركات ويجي لها شركات من برا مصر وبنوك كبيرة وشركات ضخمة وكنا عاديين كل اسبوع بيجي لنا دعوة النادي الاهلي براعي جديد شركة اتصالات هي شركة في الاساس اماراتية